موسيقى سيدنا أبو سعيد الخدري سأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قلنا لا، قال فهل تضارون في القمر ليلة البدري ليس دونها سحاب؟ تعرفوا تبصوا للأمر كده؟ قلنا لا، نعرف نبصوا من غير ما نتضر قال فإنكم ترون ربكم كذلك يوم القيامة يعني بوضوح السؤال ده هل نرى ربنا ده سؤال المشتاق لأن منتهى أمل المشتاقين هو النظر للمحبوب الشوق هو عبارة عن احتياج يتملك القلوب لرؤية المحبوب وده اللي حصل مع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يوم ربنا كلمه وأنزل عليه التوراة ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين سيدنا قتادة المفسر بيقول لما سمع موسى الكلام طامع في الرؤية اشتياق سمع كلام ربنا طمع أن يشوف ربنا فقال له رب العالمين يا موسى إنك لن تراني ولا يكون ذلك أبدا إنه لا يراني أحد فيحيا لو شفتني لازم تموت قال ربي لأن أراك ثم أموت أحب إلي من ألا أراك ثم أحيا ده حال المشتاق إلى الله أصل القرب بيزيد الشوق الشوق المتملك قلوب المحبين لربنا دلوقتي لا يسكنوا إلا رسائل ربنا يبعث لك رسالة نراضي عنك يأذن لك في طاعة فتشعر أن حبيبك بينادي عليك يسكن الشوق شوية يأذن لعينك إن هي تبكي لما تسمع كلام ربنا فتحس إنه بيرقيك ويقربك يبعت لك محتاج ويعينك على قضاء حكته ويوريك الفرحة في عينيك فتتطمن كده إن خير ربنا سبحانه وتعالى واصل للعبادة عن طريق إيديك الناس المشتاءة دي هي اللي ربنا قال لها من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم عليم بحالك وأنت مشتاء واللقاء أرب مع رب العالمين سبحانه وتعالى هم دول الناس اللي سدنا النبي عليه الصلاة والسلام وصف نعمهم في الجنة لما قال إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه مسيرة ألف عام وإن أعلاهم منزلة من ينظر إلى وجه الله بكرة وعشية ليل النهار بيشوف ربنا سبحانه وتعالى هم دول الناس اللي بيخافوا من الآية دي زي يخفهم من النار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون محرومون من رؤية ربنا لأن المشتاق يرى أن أشد العذاب عذاب الحجاب أن يحجب عن الله لا يسمح له بالنظر لوجه الله ويروا أن أعلى النعيم النظر إلى وجهه الكريم أنت عارف إلي بيحجبنا في الحياة عن الشوق إلى الله والإحساس بالمعاني والإحساس بوجود ربنا معانا؟ حكمة قالها ابن عطاء الله قال ما حجب الحق عنك إلا لشدة قربه منك هذا رب لك مثل ولله المثل الأعلى عمرك حسيت أو اشتأت لروحك روحك قريبة جدا منك وبسبب شدة القرب عمرك ما حسيت بيها مع أن روحك دي لو فرقت جسدك أنت ما تسواش حاجة عشان كده ربنا قريب قوي وهو اللي بيعمل لك كل حاجة وهو اللي بيرشدك لكل حاجة بلطف وقرب فساعات ما بنحسش بيه لكن مثلا ولله المثل الأعلى زي الهوى أنت ممكن ما تحسش بيه بس لو بيعد عنك ممكن تدفع أغلى ما تملك عشان تستعيد شوية هوا فربك لا يغيب لأنه قريب سبحانه وتعالى وساعات الأرب بيخلي الواحد ما يحسش عشان كده اذكر ربنا بلا إله إلا الله كتير هتحس بأربه اذكر ربنا بلا حول ولا قوة إلا بالله على الأقل ولو مئة مرة في اليوم هتحس بتدبيره ليك في كل لحظة في حياتك ولو تقدر تزور الأراضي المقدسة اللي فيها بتسكى بعبرات المشتاقين انت عارف مكة اسمها في القرآن بكة لكثرة بكاء المحبين والمشتاقين روح زور المدينة المنورة وزور سيدنا رسول الله عشان قلبك يتملي بأنوار الشوق ببركة جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أعلى النعيم هو النظر لوجه الله الكريم هذا الشوق هو زاد المحبين لغاية ما يقبل ربنا فاللهم ارزقنا قلوبا تراك في جميع الأكوان ولا تحرمنا في الآخرة من النظر إليك بكرة وعشية يا رحيم يا رحمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر